تم اليوم مناقشة خطة التنمية الوطنية الخمسية من 2012 و 2018 إلى 2022 بضمنها هذه السنوات فصيل خمس سنوات تقوم على محاولة رئيسية اللي هي الحكم الرشيد القطاع الخاص وعلاقته بالقطاع العام والحكومة إعادة الإعمار في جميع المحافظات وأيضا إعادة النازحين وعادة إعادة البنى التحتية لدمرها الأرهاب وأيضا التخفيف من الفقر هذه محاولة أساسية لخطة التنمية قايمة على أسس وثيقة متكاملة ناقشها اليوم الجزء الزراء وتمت أيضا الموافقة عليها اللي هي تشمل بها جوانب القطاعات الإنتاجية لها الزراعة والصناعة هناك مجال فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في جميع القطاعات اللي هو الخطة تطمح إلى النمو يصل إلى 7% من النمو لأن النمو طموح بس حسب الخطة ممكن نحققها بالإجراءات اللي مشينا بها سابقا ونمشي بها إن شاء الله في المرحلة القادمة كما وعدنا إحنا رح نخلق اقتصاد صحيح وصحي بها تنمية اقتصادية مستدامة ممكن أن تستدام لا تعتمد على تقلبات أسعار النفط لأن حانينا الأمرين خلال ثلاث سنوات الماضية من انهيار أسعار النفط يجب أن نبدأ اقتصاد تدريجيا لا يعتمد على النفط لا نستطيع رأسا دفعة واحدة نحققها بس هذه الخطة تعتمد على تنمية الاقتصاد وتنوع الاقتصاد حتى نقل اعتمادنا على النفط نريد نوصل اعتمادنا على النفط من الاقتصاد العام بحدود يصير 55% ونخفض هذا إلى مدى أقل